اصعد الله و افقاتكم اخواني اخواتي بكل خير ان شاء الله تكونوا في احسن حال معاكم مائليندا اليوم رح نتكلموا على سيروم كنت نحكينا عليه في اللايف رح ناخدوا امامكم باش يعني نستعملوه للشعر اول حاجة للبنات هذا السيروم لواش مفيد هو مفيد لكل بنت سبغة تشعرها في العسل او الاشقر او الدوري يعني هذه الاشقرات لي ما تقدريش تحطي عليها اي حاجة باش ما تفيريش لالوان اخرى مثل البرتقالي والاحمر وتغماق ليك فاليوم جبتيكم هذا السيروم صراحة هو فعال جدا ورح تشوفوا النتائج تاعه من اول اسبوع هذا السيروم ينفع للكبار وصغار حتى اذا ما كنتيش سبغى شعرك وكانش شعرتك جاف فلازم عليك تديريه كحماية لشعرك من الجفاف وعلاج ايضا التقصف لانه مادة الجليسيرين او زيت الجليسيرين فيه مادة تحفظ المياه داخل الشعرة فبالتالي الشعرة رح تحافظ على رطوبتها يوم كامل فلا تتكسر خاصة كي نسحبو لها اللون ولا نعملو لها الوان تحتاج الى كمية وكمية معتبرة من الأكسيدون وبلوندور باش يعني نسحبو اللون الاصلي منها المهم اول حاجة قبل ما تديروا هذا السيروم رح ننصحكم دائما تشروع الشامبوين اللي تكون كما نقولو احنا فيها جالة الوليفيرا فيها زيت اللوز الحلو فلازم عليكم دائما تختاروا هذه الشامبوهات اللي تكون مغذية فالشامبو ايضا مهم في علاج اشعر يعني على الاقل منزيدوش نحطمو شعره في الغسل كذلك احنا ننصح اي وحدة تشوفيها الان وشعرها جاف جدا انكم طلبتو شامبو خاص بشعر جاف اغسلو بجليس الاسود اذا كان شعركم طبعا مش هو يعني ملون لون فاتح جليس الاسود رح يخلي فرض الشعر من الشهر الاول رح ترجع تفرز الدهنيات بكثافة فبالتالي اترطب شعر تاعكم طبعا هو خاص فقط بشعر الجاف تفهمنا؟ والان اروحوا للسيروم بتاعنا السيروم بتاعنا سهل وبسيط يتكون من ثلاثة مكونات وان لم يوجد جيل اوليفيرا عندك بامكانك الاستغناء عليه اول مكون اللي هو امامنا اللي هو زيت الجليسيرين كما تشوفوا يا البنات وزيت الجليسيرين وليس هو الجليسيرين لانه هناك جليسيرين طبي وزيوت فهنا رح نحتاج الى زيت الجليسيرين هاو امامنا كين في عدة ماركات اذا كنتم محبين تشو ماركة ملاحة انا عجبتني هذه الماركة اسمها اصيل الاصيل فهذه ملاحة ورائعة جدا اذا نحتاج الى ربع عبوة من زيت الجليسيرين ربع عبوة فقط المكون الثاني البنات اللي هو زيت اللوز الحلو زيت اللوز حلو زيت يعني خفيف رح يخلي زيت الجليسيرين تحطوا منه ضعف الكمية على زيت الجليسيرين فبالتالي رح يغفف زيت الجليسيرين ويخليك يعني تقدري تعمليه على شعرك بكل اريحية ما يكونش تطيلها لانه كيمها العسيلة زيت الجليسيرين وايضا حتى هو مغذي رائع جدا جدا خاصة الناس اللي تدير سيشوار لشعرها ويبقوا يسقصوا وش نديروا كريمات على شعرنا بعد السيشوار فننصحكم هذا السيرام تقدروا تحطوه ايضا بعد ما تجبلوش عالكم اذا والمكون الاخير كما قلت لكم اذا لم يوجد فما كان حتى مشكلة لهو هذا جيل الوليفيرا الان نروح نخلطوا المكون التاعنا اول مكون هنجيبو زيت اللوز الحلو انا هنزيت طبعا هذا انا ملفا نديرو السيرام لكن زيت تعديه زيت القنفط زيت القنفط لانه شعري غامق فدرت لي زيت القنفط نورمال جدا خلطوا معاه وراح نزيدوا عليه المكون الثاني اللي هو زيت الجليسيرين لكن ثم فقط ديروا زيت اللوز الحلو لانه هذا السيرام خاص بشعر اللي كما قلت لكم يكون اشقر فيه لماش وكذا هتحاج الى زيت ما يغيرش لون لماش اذا لبنات راح نزيدولو زيت الجليسيرين مع زيت اللوز الحلو اذا كان شعر غامق تقدر تديري زيت القنفط نورمال لكن انا بالنسبة لي زيت اللوز يكفي ها هو نخلطوه جيدا في القارورة نخلطوه جيدا لبنات السيرام بتاعنا هاكا لانه زيت الجليسيرين عامل زي يعني العسيلة لازم لنا نخلطوه جيدا ها كذا راح تحصلوا لهذا المحلول ها هو تقدروا الان بعد ما تحصلتوا لهذا المحلول اللي امامنا اللي هو سيرام يديروا في حاجة كما هاك يعني قرعة تفابورو بيها كما هذي انا غسلتها وتندير فيها يعني ما تديروا هذي تاسبغا الناس اللي تاسبغ دائما فتستعملوا هذي البنات ها هي كما هاك قرعة تاسبغ هذي كتغسلها جيدا فيها هذية يعني تخرج غير نقاط بسيطة كي تجوت الدوشو الان طريقة الاستعمال تاحا كي تجيت الدوشي تديري على فروة الشعر كامل هاكا يعني على فروة الشعر لكن اذا كنت راح تديريك تغذية يومية ان كل يوم تزي شوي بني دي تسخني ملح وتمسحي بي كل الاماكن الجفة في الشعر كي الناس يجاهد تقصف من فوق يعني من فروة الرأس تلقي هكا واقف فديري عليه وكي الناس جيهم من تحت لفوش وكذا ديري عليه ايضا كيتش بدون يماش هذا لازم تديروه بعدها بيوم واحد فراح يخليكم الشعر يتغذى وما تكسرش ايضا بامكانكم تستعملوه للاطفال الصغار يوميا كترطيب يومي راح تشوفوا انه الشعر اغبطت الشعر قد شويق فالتقص فذا كان قص مئة في المئة كذلك ينفع للاولاد فاجربوه وردولي اخبار هاي لهاي بزاف ايضا هذه الخلطة تعزيت الجليسيرين وزيت اللوز الحلو الناس يشعرها جاف وعندها الرقبتين جافين والكوعين والجسم تحتها جاف بصفة عامة يدهنوا بها راح تشوفوا الفرق ايضا من اول اسبوع لانه المادة تعزيت الجليسيرين هي مادة تحفظ الرطوبة داخل الجسم وتحفظ المياه في الشعر فبالتالي ما تخليهاش تتكسر وبإمكانكم كما قلتكم تستعملوا فوق ليماش فوق اي لون اشقر اذا كان شعركم غامق وحبين نديروا هذا الخلطة وحبين نزيدوا لها يعني اكثر فاعلية بإمكانكم اضافة زيت اكلي الجبل للناس يشعرها غامق فقط وتستعملوه عادي جدا الآن نعطيكم طريقة الاستعمال قبل الدوش بش تعطيكم يعني فاعلية اكتر واكتر اجيبوا ساشيكي من هاك وتدهنوا وفروط الشعر تاعكم كامل به بهذا الزيت اللي خلطناه ثم تحطوا ساشيك ثم تحطوا عليه بوني هذي تلبش كير هاكذا على شعركم كامل وتخلوه من ساعة الى ساعتين ثم تغسلوا الآن نصيحة فقط انو كتغسلوا لازم عليكم تشرو ديما شامبوان خاص بالشعر الجاف وقت لي تسبغوا شعركم لانو الشعر مهما كان طبيعي مع السبغاء راح يجف فبالتالي لازم عليكم تشرو شامبوان بالشعر تستعملوه بالشعر تاعكم يعني يبقى طري وناعم ما تصرلوش حتى مشكلة ومع هذا السيروم راح تتحسن حالته مئة بالمئة كان هذا هو فيديو اليوم على سيروم للشعر فقط البنات راح خليكم في صندوق الوصف زيت الموز استعملوه لتكثيف الشعر وتطويله وكذلك للحفاظ عن الماش رائع جدا جدا وحتشوفو شاهد البنات في التعليقات اللي يستعملو كلها فيها دهم الناس يتحب تكثف شعرها ايضا ديروا روتين نهار تديروا الزيت هذا نهار الزيت الاخر ولازم كل شهر تبدلو الخلطات لانو شعر اذا والف بخلطة معتش تخدم فيه هذا هو السر تاع الخلطات انو كل شهر تبدلو نوعية الزيوت فبالتالي تتحصلوا على نتيجة افضل كما قلت لكم مش موالفش شعر تيكو بنفس الخلطة كان هذا هو فيديو اليوم اللي بنات تهلو في رواحكم ان شاء الله يا ربي تجربوا الخلطة وتردوا لي الخبر